تقدمت المملكة العربية السعودية بطلب خطير جدا من روسيا يتعلق بأنظمة صواريخ جديدة قادرة على التحليق بسرعات فائقة تزد خمس مرات أضعاف سرعة الصوت سرعة هذه الصواريخ وقدرتها على المناورة وتحليقها عند ارتفاع لا تدركه أنظمة الرادار المتقدمة وهو ما يصعب تدابير تعقبها واعتراضها ويجعل إيقافها مهمة مستعصية تقربا وقالت الأنباء أن وزارة الدفاع السعودية كانت على اتصال بالقادة العسكريين الروسة فيما يتعلق بأذاء الصاروخ الفرد صوتي في العمليات القتالية في أوكرانيا بعدما تم الإعلان عن أن هذا الصاروخ حقق ضربات نوعية لم يسبق لها متيل في تاريخ الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية حيث أن القوات الروسية قالت أنها أطلقت صاروخا باليستيان تفوق سرعته سرعة الصوت لتدمير مخزن أسلحة كبير في أوكرانيا وحقق نتائج كبيرة جدا وألنت وزارة الدفاع الروسية بأن صاروخ كينزال أصاب نظاما تحت الأرض يضم مخبأ صواريخ وذخائر عسكرية في منطقة إيفانوفرانفيكس الواقعة غربية أوكرانيا وهو ما أثار شغف القادة العسكريين السعوديين لمعرفة آخر الأخبار عن هذا الصاروخ وكل المعلومات المتعلقة به بغرض شيرائه من روسيا أو حتى إبرامي صفقة تحمل العديد من المفاجآت وللعلم عزيز المشهد بقية الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت سرا محفوظا في حراسة مشددة حتى وقت قريب حتى وإن لم يخفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استثمار بلاده في أسلحة قال إنها لم تصنع إلا ردا على نشر الولايات المتحدة لأنظمة دفاع صاروخية استراتيجية وللعلم أيضا بأن روسيا متقدمة حتى على أقوى الدول العالمية عسكريا ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين فيما يخص الصواريخ الفرط صوتية تنضوي صواريخ كينزل ضمن مجموعة أصلحة وصفتها روسيا بأنها لا تقهر حين كشفت عنها قبل أربع سنوات فقط إلى جانب صواريخ زير كورنا وسواريخ أفنغاردا وهما صاروخان أسرع وأبعد مدى من صواريخ الكنزل اهتمام الجيش السعودي بهذه الصواريخ يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا بأن الصواريخ الفرط صوتية أصبحت قطر الأسلحة التي يهتم الجيش السعودي باقتنائها في الأوينة الأخيرة بالنسبة لهذا الصاروخ تحمل طائرة ميغ المقتلة من تراز ميغ 31 كأي هذه الصواريخ التي يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى عشرة أضعاف سرعة الصوت أي نحو 7672 ميلا في الساعة ويمكنها إصابة هدف على بعد 1250 ميلا ولكي تحصل على فكرة عامة عزية مشاهدة في معرض مقارنة صاروخ كروز طومهوك الأمريكية وهو نظام صواريخ بعيدة المدى دون سرعة الصوت تبلغ سرعة تحليقه نحو 550 ميلا في الساعة فقط بينما صاروخ الكنزل 7672 ميلا في الساعة فتصور هذا الفرق الهائل